لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المثلا المادة الاولى الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجز صح المادة الثانية تقول لك الإسلام دين الدولة أيضا هذه كلمة فضفاضة الإسلام دين الدولة كلمة فضفاضة كيف الإسلام دين الدولة هل هو مصدر للتشريع هل هو مصدر للقيم بعد الدولة هل الدولة ملزمة باتخاذ كل القوانين أو القرارات التي لا يجب أن تخرج عن دائرة الإسلام ما في شيء الإسلام دين الدولة ولو نمشو فالدستور نقروه لا نجد أي مادة تقول أنه مثلا لا يجوز تشريع قوانين لا تتماشى معا الإسلام أو تحرمها الشريعة الإسلامية أو تمنعها الشريعة الإسلامية ما كانش لا شيء ما أدى للاستهلاك فقط لا قيمة لها لا قيمة لها الإسلام دين الدولة والإسلام عقيدة وشريعة الإسلام مش تقوس مش لهوت الإسلام عقيدة وشريعة إذن إذا أردت أن تحافظ على هذه تقول إسلام دين الدولة يجب أن تلتزم عقائدية وتشريعية يجب أن تلتزم بهذا دول وضعت حتى المذهب الرسمي للدولة الآن موجودة كثير من المذهب التي تطلقها على عواهمها وبعد ذلك نرجع إلى المجلس الأعلى الإسلامي اللي ما عنده حتى دور مما يعني أن كلمة الإسلام دين الدولة فقط كلمة فضاضة بلماء من المفروض أن الإسلام دين الدولة الرسمي والمصدر الأساسي للتشريع هذا هو إذا أردت أن الإسلام أما إذا كان الإسلام بالمفهوم العلماني أنه عبارة عن تقوس وعبادات لا تتجاوز الجانب الشخصي فهذا شأن أخر وأنا أعتقد هذا هو المفهوم المادة الرابعة تحدث عن التمازيغة وتحدثنا عنها مرارا وتكرارا التمازيغة أنها لغة رسمية للدولة تمازيغة هي كذلك لغة وطنية رسمية تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني تنوعاتها اللسانية من وين جبت هذا المصطلح؟ من وين جبت هذا المصطلح؟ أولا من جبت كلمة التمازيغة أصلا من وين؟ جبتها من بلاد القبائل والتنوعات اللسانية لا سمتها لهجة ماذا؟ أنت أصلا الآن لماذا هنا من المفروض المادة ما تكون هكذا؟ أولا تمازيغة غير موجودة أصلا كلغة مقومات لغة غير متوفرة الآن وتعرفوا ما معنى اللغة اللغة يكون عندها قواعد عندها أسس عندها حروف عندها ماضي تاريخي عندها رصيد عندها مكتبة عندها شعوب وأمم تستطيع تواصل معاها بها عندها كثير من المقومات وعندها شعب كامل يفهمها تكون دولة رسمية أنت جاي أي الحروف أصلا هذه اللي تكتب بها نص ما لا كانش اللي يعرفها روح انشرها في بلاد القبائل وكون يديرون لهم انتحان نسبة قليلة اللي تعرف تلك الحروف جيد قل لي الدولة مع المتش الناس التمازيق كما تقول خلاص خلي حتى تعلمه منهار لي عود عود تدرس في الجامعات والجزائريين يألفوا وكتبوا وكتب بيها ويفهموها ويقروها ويكتبوها أكد منهار يديروها لغة رسمية الآن لم تتوفر الشروط التي تقتضي وضحك لغة رسمية إلا أنها كما قلت وضعت في إطار قاعدة القصر للاتفاق مع العروس في ذلك الوقت في عهد بوتفلق خلينا من هذا الأمر ويقول من أجل ترقيتها وكذا وكذا قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد أنت تسترهتها لغة رسمية وتريد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد إذن اعترف بها كعنصر من عناصر الهوية الثقافية وعمل بون تقول بأن الدولة تتحمل المسؤولية ترقيتها وتجسيدها والوصول بها إلى درجة أن تكون لغة رسمية في المستقبل ماليش ممكن نقبلها خليها وروح نهار لي تكون عندها مكتبة وتكون عندها عروف وعندها قواعد ويحدث عندها إجماع والإجماع بين كل اللهجات الموجودة الشوية والترقية والمظبية والقبيلية وكل كل لكن هذه رئيس تعملت بذكاء قلك اللغة العربية رسمية آه اللغة العربية وملاحظنا حتى في وسائل الإعلام كيف ينشروا في الدرجة حتى الصحف فيها بعض الصحف تدي العنوان في الصفحة الأولى باللهجة الدرجة للغة العربية ويجي هذا وبعد وشيه القسم المشترك الذي سيحدث بين الطرفين هي لغة أجنبية وطبعا عارفين هو شيء هي اللغة الفرنسية الروح للمادة 11 المادة 11 فيها نقطة أخرى تقول السلوك المخالف للأخلاق الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر شوف التمييز ثورة نوفمبر أصلا ثورة نوفمبر أصلا جاءت في إطار المبادئ الإسلامية هكذا قال البيان لماذا تبين تقول السلوك المخالف للأخلاق وهذا إصطلاح علمان الأخلاق الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر كأنه الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية وحدها وأول نوفمبر وحد لازم تقول السلوك المخالف للمبادئ الإسلامية المبادئ الإسلامية التي جسدها بيان أول نوفمبر هكذا باش تحسس المواطن او ليقرأ هذا الدستور ان الثورة نوفمبر جاءت وفقا للمبادئ الاسلامية وليس انه قيم اول نوفمبر وحدها والمبادئ الاسلامية وحدها ونحن درناهم في زوج مع بعضها هذا الذي يظهر للناس اذا المادة خمسطاعش تقول لا يجوز البتة التنازل او التخلي عن اي جزء من الطراب الوطني لا يجوز كلمة لا يجوز البت فيها فيها نوع من المرونة يمنع منعا باتا هكذا يكتب ويحاقب القانون كل من يدعو الى المساس بالوحدة الطرابية او الى التنازل عن جزء من الطراب الجزء لا يجوز البت بعد ذلك كلمة لا يجوز عندما تظهر عوامل اخرى تستطيع ان تجوز لذلك كلمة هذه خطيرة كلمة هذه خطيرة لانها اقل درجة من المنع اذا اقل درجة تقول لا يجوز يا فلان تلقى واحد يعمل شيء ما يعجبك تقول يا فلان ولا يجوز البت تدير هذا ولكن عندما يعملها وتقول هذا ممنوع ويعاقب عليه القانون ويجب ان يعاقب فرق لذلك كلمة لا يجوز فيها نوع من المرونة المحتملة مستقبلا عن التنازل عن جزء من الطراب الجزائري او كأنه يسمح يوما ما قد يجوز يوما ما اي حركة انفصالية ان تستقل بذاتها وتمس الطراب ووحدة الطراب الجزائري اذا انا ضد كلمة لا يجوز البت حتى لو كان كتبه لا يجوز مطلقا خير مقبولة يمنع منعا باتا هذه الكلمة ويعاقب ما تخليها هكذا مادة شوفوا شوفوا قال مادة فقط فيها استر واحد لا يجوز البت التنازل او التخلي عن اي جزء من الطراب الوطن من المفروض تقول يمنع منعا باتا التنازل او التخلي عن اي جزء من الطراب الوطني والدعوة لذلك ويمنع منعا باتا الدعوة لذلك ويعاقب القانون بشدة على هذا هذا هذه الجريمة او هذا الفعل هكذا تكون لانه يجب ان شوف المبادئ الدولة وقيمها وهويتها وطرابها وسيادتها واستقلالها واستقلالها ووحدة شعبها من المحرمات ويجب ان تتجسد بالفاظ صارمة وواضحة وبينة مش مغمومة كما هكذا بعد ذلك يستطيع التلاعب فيها في اي وقت لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله